محمد بن زايد بيستخدم الكوادر السهيونية اليهودية بين قوسين في الادارة الامريكية. وهما دول اللي بخليينه مكبرينه دلوقتي. هي اقدرت ترامب عبارة عن ادارة يهودية. ايه هتصدق ان ترامب ضد اليهود ولا ضد السامية ولا كانت كله. ولا مع السامية ده. ده فيه صور منزلينها لمستشاريه مفهومش تهاته اربعة. اللي شغالين معاه مفهومش تهاته اربعة مش يهود. وزير خارجيه يهودي كتير جدا. والراجل نائب الرئيس هو اللي مش يهودي. المتدين محافظة. زملات يجابوها والله يبرافو عليهم والله يبرافو عليكم. اليهود في امريكا يمثله واحد وستة من عشرة. اللي بالله ده كله ادي الست بتاعة آآ هازبل مش هي دي ولا ايه. اللي يبرافو عليهم. يا خربيته. وادي وزير الدفاع. وادي وزير الخارجية. وحط بقى عشريمائة واحد. وادي الراجل اللي كان آآآ وزير العدل. وادي يخرب بيت كده. مفيش الا البلاصفر هم اللي مش يهود. فمحمد بن زايد ترعرع كابن. لليهود وللصهاينة. هو ممكن يكون وصل بعض الناس دي بالفلوس واليهود يقوم بالفلوس. مش عشان هم يهود فيه صهاينة يحبوا كده. وفيه مسلمين يحبوا كده ايضا. محمد بن زايد مازال المحسوم على المسلمين. حتى تتكلم على ايه? تتكلم على بص واحد اتنين تلاتة اه دي تلاتة تمانية واتنين عشرة اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر سنتاشر تبعتاشر تمنتاشر وزير. والباقي واحد اتنين تلاتة اربعة. بما فيه هو ده اللي بيشجع محمد بن زايد. وخليه اعمل. هو جاب اليهود منطة ودخل اليهود المنطقة. الصهاينة المحتلين. يا جماعة احنا في مصر يام الملك كان عندنا يهود وزراء ومسؤولين. وفي المغرب وفي كل الدول فيه. وفي تونس فيه وزير يهودي. دي مسألة اخرى. لانه ابن البلد. مش عشان هو عادية. لأ عشان هو يهودي متصاين جاي احتل ارضنا. واحتل ارضنا. وايش دخل والله امارات في الحروب ولا بتحارب ولا بتناير. بتحارب في المسلمين. لا حدش قال لا اروح هيحاربة في اسرائيل ولا في فلسطين. ولا تعرف تحارب. يعني لو لو اتفقنا ان في جيوش عربية هتحارب من اجل تحرير فلسطين. من اجل تحرير فلسطين. بقش يجيبوها دلقت لكن تحرير فلسطين ولا بتاع تسوية بتاع مش عارف ايه. ما يقدرش. ما يقدرش. لأ وبعدين انت مين عشان تحارب مسلا من اجل تحرير فلسطين. بس ده نفسها ما حاربتش من اجل تحرير فلسطين. بيقول بقى طبعا في الكلام انه المغامرة العسكرية للامارات افادت الاقتصاد الامريكي ب27 مليار دولار على مدار العقد الماضي بما فيها طائرات اف ستاشة. ما عارفش اللي بتقع ولا اللي بتقع شي. والاباتشي. وعشرات والالاف من العربات المقاتلة المصفحات يعني. واطنان ولا عشرات الالاف من القنابل والصواريخ. عندنا ازمة. ازمة كبيرة. اتفكرش موضوع سهل. ولا موضوع عند. عفت تحسيس بس. موضوع كبير. كبير قوي. ومحتاج تروع. وتعرف الدنيا ماشي ازاي. ايوه. وده اللي يخليني اقول بملء الفم. انها معركة وكتبت على العرب والمسلمين. وعليهم ان يقفوا عندها. وان يديروا حساباتهم. انت بكرة الصباح ممكن ما تلاقيش مأزانة. ما تلاقيش جامع بيتفتح. انا مش بقول لك اختراعات يا كوتش. لا. ده فيه مخاططات كبيرة جدا في المنطقة. يعني انك انك تبصت فجأة تلاقي الدنيا بتتقفل. لا عقيدة تتدرس ولا دين ولا اوشير الجهاد. كانت ده اقول لك من خمس ست سنين. وثبت كل شوية. الايات اللي مش هتعجبك مش هتسمحها في القرآن ولا. وهتتقلب ولا هتتقلب في الازاعة. ولا في وزاعة القرآن الكريم. انت تاخد على ايام سودة قاتمة. لان فيه واحد مع مجموعة من الصهاينة قرر ان يعمل كده. الراجل في المقال بتاعه بيقولك انه الامارات في سنة التمنتاشر صرفت اشرين مليون دولار. على عشرين شركة ضغط عملت على اكتر من تلات تلاف نشاط. عشان يسيطروا على امريكا. عاو السيطرة على امريكا بعشرين مليون دولار. هو دفع عشرين مليار دولار في مصر عشان يسيطر عن ايه. الراجل اه بقى الاول. يعني 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 الامارات بدأت تخوه في امريكا. وزاك هم خايفين من انه الديموقراطين ييجوا. والديموقراطين لو جم هتبقى ايام السودة بتاعت عمد بن زايد بتبدأ. وساعتها هيبقى فيه كلام كبير. هيبقى فيه كلام كبير في المنطقة. كلام مختلف تماما عن الكلام السابق. خالص. مش عشان الديموقراطين بيحبوا العرب. لا. عشان هم ميحبوش هزا النوع من البشر. لوه المتوغل المنتشر. الانفلوانسر ده. لان هم من الكهربين من اليهود. فيبقى عندهم يهود عرب تاني عرب تاني يعني. يعني حسين ان هما لما اخزها بيتم اللعبة بيهم. ده كلام من داخل امريكا في الكتب اللي انت صادرت. وترامب بيمثل ده لانه انا احسن تعبير بساطني اوي كانت اه فريدريكا اللي كانت معانا الباحثة الامريكية من اصل ايطالي. كانت معانا من رومان اسبوع اللي فات. لما قالت. انه مش مهتم. لما مهتم السياسة هو مهتم ان هو يعمل ارشيل حياته وهو رئيس امريكا خاصة من عن انتخين. اللي هو ترامب. وفكرة الغزو والمسألة دي قايمة لانه راجل عنده فلوسه وشعبه صغير. مشوهة. حتى يعني تبدي للناس الهنود والباكسانين جنسية لا. تبهت اليمنين جنسهم لا. انا عيشت مش عيش للابد. وهيجي وقت الناس هتنفجر هتنفجر. وسيتم تدمير كل هادا الكيان المبني على الشخص. انت عمرك شفت عبدالله بن زايد بقالك سنة ولا اتنين ما بتشوفش عبدالله بن زايد. في حاجة اسمها وزير خارجية الامارات. بتشوفه? لا. خليفة ما بتشوفوش. فيش حد في الامارات بيطلع ولا بيظهر. هو جيرجاش بيتملى التغريدة وبيقولها. طبعا بيتكلف المقال عن الحرب في اليمن.